وبما أن سعادته ختم بإطلاق المبادرات فإن جمعية الشارقة الخيرية تستثمر هذا الملتقى بوجودكم لإطلاق مشروع سنتشرف في هذا الملتقى بأن يكون الإطلاق على هذه المنصة بإذن الله تعالى لذا أتشرف بدعوة سعادة المستشار عبدالله بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية لإطلاقها مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الأخت عفاف المري رئيس الدائرة الخدمات الاجتماعية عضو مجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في البداية أوجه شكري لدائرة الخدمات الاجتماعية لدعوتنا لهذا الملتقى حقيقة نحن فخورين بإنجازات دائرة الخدمات الاجتماعية وبهذا الملتقى والحمد لله نحن تشرفنا من بداية من 12 سنة في حضور هذا الملتقى مع ولادته واليوم الحمد لله أصبح هذا الملتقى ثماره على مستوى العالم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رعايته لكبار السن أصبح نموذج يدرس فيه الحمد لله مشاريع دائما سباقة لزمننا نحن اليوم الكبار السن أصبح اهتمامهم من توجيهاته على مستوى العالم ككل من ضمنها مشاريع كثيرة مشاريع اجتماعية نحن ما ننسى أن أول من أعلن الزواج الجماعي على مستوى الشرق الأوسط كانت إمارة الشارقة سباقة وبتوجيهات ورأى صاحب السمو حاكم الشارقة الله يعطيه الصحة ويمدد في عمره إن شاء الله رعاية المسن وكبار السن في إمارة الشارقة من اهتماماته الكبيرة في هذا الشيء أصبح هذا الملتقى الذي تنظمه الدائرة على ملتقى عالمي وملتقى يأدي خدمات جليلة لكبار السن مشروعنا الحمد لله اللي بنطلقه اليوم نحن اطلقنا عليه بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية باركتنا هم كبار السن هذا المشروع اللي بنطلقه بحيث أنه يكون شيء مديم لكبار السن في حيث أنه اللي انقطعت فيهم السبل انقطع فيهم غير قادرين على عمل مشاريع خيرية مشاريع إنسانية باسم هاي الكبار السن نحن هذا المشروع اللي بنطلقه بركتنا بدعم شريحة كبيرة من المحسنين ومن أهالي كبار السن ومن المتطوعين بحيث أنه نحن نعمل لهم مشاريع إنسانية مشاريع خيرية داخل الدولة خارج الدولة مشاريع الرعاية لهم ندعمهم في مشاريعهم مشاريع كثيرة نتمنى إن شاء الله بدعمكم ودعم الحضور ودعم لهذا إن هذا المشروع إن شاء الله في خلال ملتقان الثاني السن الياي إن شاء الله تكون مبادرة كبيرة هذا المشروع مشروع مكمل لمشاريع نحن مع دائرة الخدمات الاجتماعية نحن فيه مشاريع كثيرة نحن نعملها لكبار السن مع دائرة الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية اللاحقة المستمرين فيها من فترة طويلة ومن هذا الملتقى أرى الدعوة لفراد المجتمع للمشاركة فيه وفي الختام أكرر شكري لدائرة الخدمات الاجتماعية على إتاحة الفرسة لنا والتعاون معهم لخدمة آبائنا وإخواننا نقول من كبار السن إزاكم الله خير